الميناء في يوم من الأيام يعني في آخر حلقاتك وصل لهذا الليفل من الروتين والملل صح؟ لا إلى حد ما بص هو مش إلى حد ما هي المسافة المدة المدة طوّل إنما أنت بتيجي كل حلقة بنفس طاقة أول حلقة لا هذه برأيي أصراحة أشوفها مجاملة لا ما أنت عشان مش معنا فأنت لازم هتشوفها كده أي عمل يا سلحة لا 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 أي عمل أنت شغفك في البداية ما هيكون نفسك لا لا حتى لو كنت بتحب هذا الشيء مش في الميناء يعني استثناء الميناء مش في الميناء اسمع اللي بقولك عليه قول ليه لأنه الميناء كان بيحصل إيه أنت بتيجي فبتشوف هاني مقبل وبتشوف غزي وبتشوف باسيم وبتشوف ناس وزكريا وعلي وشهري أنت بتشوف الناس دي بتضحك يعني هي جاي أصلا بتضحك فالنهاردة يا جماعة احنا هنتكلم في إيه هنتكلم في الموضوع لا ما احنا تكلمنا فيه قبل كده يا جماعة خلاص نتكلم نقعد في الجدل ده فانت حتى لو جاي ملان انت هتفك انت حتى لو انت جاي ملان انت هتفك بس من شوية الجدل اللي بيحصل قبل الحلقة لكن هذا انا اعتبر ضعف في الإعداد يعني فيه إشكالية في معد أو إعداد الحلقة صح ولا لا؟ هو سمعك هو مين؟ اللي في الإيربيز المكان معد سمعك وانت بتضعف هو نفسه معد البرنامج عالوشة يلا قول عنه لا هو ما فيش ما كان ضعيف بص مو الشخص الشخص خلالي انا فهم عاصلك انا فهم عاصلك ترى إعداد الحلقة كان ضعيف بس برنامج زي ده ها مع احترام الكامل ما ينفعش يبقى واحد واقف لوحده كمعد بس اذا كان بيضعف كمعد ما ينفعش يبقى واقف لوحده ومع ذلك أدى دوره وعمل اللي عليه ليش ما تقول للكلمة هذا لا ما قولش ما قلش على واحد ما كان كافيه شخص إذن كان بيضعف في المحتوى مش ضعف في المحتوى ضعف في الإعداد مش ضعف في الإعداد ضعف في الشخص لا ضعف في ان انت لازم يبقى فيه اتحاد معاه فيه حد معاه ساند معاه يكمل معاه يكمل معاه انما هو خلينا نغير مصطلح ضعف خلينا نقول انها مش مكتمل استهن ده بس انت ليه بتنطف بقى كده لا انت جاعد يعني تجدين عبارات انا بكرا رحشالك كده من بقى وحطك على الكرسي تاني طب يلا جول انا عايز اقول لك كلمة واحدة وبعدين تكمل زي ما انت عايز كل اللي عايز اوصلولك انه الراجل عمل اللي عليه وزيادة الراجل قدى مهمته كما ينبغي ان تكون وهو واقف لوحده فما بالك لو واحد واقف معاه كمان هتفرق كتير ده اللي عايز اوصله لك يعني مثلا ان انت النهار ده فيه لعيب كرة خلاص في حتة تانية هو بيلعب حلوة قوي وتمام ليه لان كله بيخدم عليه انما ما بيرجع يلعب في مكان تاني وفي نادي تاني ما بيقديش ما بيعملش حاجة ليه لان اللي معا مش بخدمين عليه او مش بكرر انا امكانيات الاعداد كانت اقل من المتوقع امكانيات الاعداد حلوة عبارة الطف خلاص انت عايز الصيغة دي قولها زي ما تفعل لا بس هل هي ملخص كلامك انا اقول لك حاجة واحدة انه انت قلت جملتك او قلت عبارتك انا اقول لك العبارة اللي عندي ايوه انه كان يجب ان يكون هناك مساعد للمعد ليه؟ علشان خاطر لو انا النهار ده وقفت الواحدي افضل عد برنامج لمدة اربع شهور لوحدي ده حمل كبير قوي بس مش هنا الموضوع الموضوع انه هو ادره يشاله يعني هنا بقى هالنقطة دي تحسب له انه ادره يشاله بس طيب طيب مشكورا على المجهود ايا كانت النسبة لو احنا لو هنحسبها نسب و هتقول لي مثلا طيب نحسبها نسب مشكورا على المجهود وهو وصل بنسبة 90% اللي المفروض كان يحصل لو كمان معه واحدة ماش مشكلة خلينا نشيل الاعداد في ادائك يعني اقصد ينروح لنكمل المحور الثاني انت مش عاجبك الحوار لك خلينا نرجع نكمل انا بعيب بأزر يا عم خالد بس انا بشوف محتاج حاجة معك عشان نكمل صح محتاج انه يعني لا نلف وندور حول الاجابة اللي يعني احنا فاهمينها بس انت مش عاوز انك انت تثبتها وتكملها وانت ليه تقول ما نلفش وندور حول الاجابة وانا قدر اقول لك ان انت بتلف وتدور علشان توقعني في الغلط مش في الغلط بس ايش الفارق بينما احنا نقول ضاعف مثلا انا بغيرك المصطلح اذا كان عندك تحفظ على المصطلح يحقلك ما في اشكال بس انا ابغى تأكد لي هذه الفكرة انا علشان اطلع منك باجابة يعني انا مو قاعد اطلع معك باجابات عرفت يعني قاعدين احنا نروح اوكي اعداد ناقص مش نازل لا هو كويس بس مفترض كمل يعني ماني قاعدا انا اخرج بنتيجة او اخرج باجابة انا انا اجابتي كانت واضح جدا على فكرة اوكي احنا وصلنا بس طولنا لما وصلنا انت عشان لفت تاني بعد ما انا رح تقولك انت حبيت توصل تاني فكرة انه كان في ضعف انه مش كال ما انا قلتلك خلاص ان الراجل لو كان حد سند معاه ومع ذلك هو قده دوره تمام خلاص انا اقول لك اروح لموضوع ثاني برضو في البرنامج كنت تحاول انك انت اتقلد بعض الشخصيات بمعنى معلش وضع يعني مثلا انت مثلا تعتقد انه مثلا سين من المشاركين في البرنامج هذا او غيره شخصيتها مقبولة دا الجمهور فتحاول انك تحاكي هذه الشخصية انت تقلده يعني مش تقليد بس يعني مثلا مثلا انت قلت تقلده خلينا نقول محاكاة خلينا نفس الجو اخد منه يعني اخد من تفاصيله مثلا حلوى الصيغة دي تعيش نفس الجو تبعه حلو كده حلوى الصيغة دي انا اي صيغة بتناسبني عادي فهل هذا صحيح الى حد ما اه فيه في مناطق بص انت عايز الصراحة ايوى في مناطق كتير كنت بحاول ان انا مثلا اشوف دا بيعمل ايه وحاول اعمل ايه دا ابادي اعطيني مثل واحد عشان نقدر نصالف اللعب في اللعب مثلا حلو في اللعب مين كان شاطر في اللعب احمد زاكري كان شاطر في اللعب نشاطه حلو فكرة النشاط والباورد فكانت تعجباني حاولت اخد منه شوية التفاصيل وده ده اللي انا كنت بقوله لك انه معلوماته مدامش وده اللي انا كنت بقوله لك في الاول هو ليه تجربة المينة حلوة لان عمالين ناخد من بعض عمالين ناخد من بعض طبعا المينة برنامج كبير يعني كان فيه برضو جزء مو سهل في الدراما برضو